الموعد الاقتصادي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل تراجع تسعار النفط الاثنين في ذل مخاوف من تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في الولايات المتحدة رغم التفاؤل بشأن الطلب من الصين وانخفضت العقود الآجلة لخام مزيج برينت القياسي العالمي بأكثر من 18 مئوية لتصل إلى 82 دولار للبرميل في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بأكثر من 17 مئوية لتصل إلى 75 دولار للبرميل طالبت المجر بتصنيف تفجيرات التي طالت خط أنبيب الغاز السيل الشمالي والتعامل معها كعمل إرهابي وشدت وزير خارجية المجر بيتر سيارتو على أن بلاده تؤيد إجراء تحقيقات واسعة ومفصلة لهذا الحادث باعتباره أول تفجير يستهدف بنية تحتية أوروبية مهمة للغاية حذرت روسيا من حدوث كارثة إنسانية عالمية في حال تعطل صفقة تصدير الحبوب انطلاقا من موانئ البحر الأسود وأفادت وكالة نوفوزيت الروسية نقلا عن مصدر في الخارجية الروسية وصفته بالمطلع بأن عدم الامتثال لجميع بنود صفقة الحبوب قد يؤدي إلى تعطيل عمل الآلية وسيصبح ذلك كارثة بالنسبة للبلدان المحتاجة إلى الغذاء والأسمدة الروسية المصدر ذاته شدد على ضرورة تنفيذ جميع بنود الاتفاق الذي ينتهي العمل به في الثامن عشر مارس المقبل طالبت الأمم المتحدة بمساعدات دولية عاجلة بقيمة أربعة ملايين وثلاثمائة مليون دولار لمساعدة ملايين الأشخاص في اليمن خلال سنة الجارية وذكرت الهيئة الأممية أن منظمات المساعدة الإنسانية تحتاج إلى هذه المبالغ لمساعدة أكثر من سبعة عشر مليون يمني حيث أدت الحرب إلى نشوء أكثر الأزمات الإنسانية خطورة في العالم وفي المجموع سيحتاج ثلثا سكان البلاد أي ما يزيد عن واحد وعشرين مليون نسمة إلى شكل من أشكال المساعدة خلال هذه السنة وقعت الأردن والإمارات ومصر والبحرين في العاصمة عمان على اثني عشرة اتفاقية بقيمة تتجاوز ملياري دولار الاتفاقيات المبرمة على هامش الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تشمل قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيميويات والسيارات الكهربائية ومن شأنها توفير قرابة ثلاثة عشر ألف فرصة شغل في الدول الأربع توقعت الحكومة الهندية أن تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم في غذون السنوات الخمس المقبلة ورجح وزير التجارة الهندي بيوش كويال أن تواصل بلاده النمو على هذا النحو ليرتفع النتج المحلي الإجمالي للهند من معدله الحالي البالغ ثلاثة تريليونات دولار إلى أربعين تريليون دولار خلال قرابة عقدين ونصف العقد وتتجه سوق الشغل الحالي في الهند نحو العمال ذات المهارات العالية إلا أن فرص الشغل لليد العاملة منخفضة المهارة ربما تشكل تحديا في المستقبل ختام الموعد الاقتصادي للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر موقعنا الإلكتروني على قناة الجزائر الدولية في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة